وإن كانت بعض مناطق البصرة تتميز ببناها التحتية التي أنجزت قبل أشهر إلا أنها تمر بذات الحالة المساوية للمناطق المدمرة خدميا متشابهة معها بتجمع أكوام النفايات والسبب لا يرجع فقط لتقصير الجهات الحكومية وإنما لإهمال المواطن وقيامه برمي المخلفات وصولا لهذا المشهد الناس الموجودة ما جاءت تتعاون يعني المفروض أنا أخلي النفايات ماتية بأماكن محددة بحاوية أحيانا العوائل تدز النفايات بيض أطفال وكذلك أنه أكو ناس ما تحترم قانون فلازم أكو قانون رادع من قبل بلدية البصرة إلى كل واحد أنه يرمي النفايات بغير ماكن مخصصة يعوف الأنقاض ماتي البناء ماتي لازم من قانون أنه تسري على كل المواطنين واختلفت رؤية بعض المواطنين بخصوص تشوه أغلب شوارع البصرة فهناك من يلقي اللوم على مديرية بلدية البصرة وآخر يطالب بمحاسبة المخالفين المتسببين بالقضاء على جمال مناطق البصرة الرسالة الأولى للمواطن أرجو أن يهتم بنظافة البصرة لأن البصرة مقبلة على خليج 25 إن شاء الله تعالى والرسالة الثانية للدولة أو لبلدية البصرة أنه أن تهتم بموضوع اللحاويات لأنه أكو تقصير جدا واضح بالشارع أنه قلة الحاويات الناس تضطر أن ترمي النفايات بالشارع أو بجانب الحاوية تقصير واضح من البلدية خصوصا لأن أعداد الموظفين كلاش قليلة تشوف الشارع يعني مسافة طويلة تلقى لك موظف أو موظفين أو حتى إذا كانت هناك سيارات للبلدية قليلة يعني عدم التجديد والمحاسبة بالنسبة للجهات المعنية عدم الشعور بالمسؤولية من قبل المواطن أوصل شوارع ثغر العراق البسم لهذا المنظر من البصرة أركان تقي قناة التغيير